عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً مع أضاء مجلس إدارة شركة كوكاكولا للتعبئة والشريك الاستراتيجي لشركة كوكاكولا العالمية على هامش فعليات قمة المناخ في شرب الشيخ وخلال الاجتماع عرب رئيس الوزراء عن تقديره لمساهمة الشركة في رعاية قاب 27 مؤتمر المناخ مضيفاً أنه فيما يخص مجال عمل الشركة في مصر فأنه يود الاستماع إلى قطة كوكاكولا للتوسعي وضخي مزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلات المقبلة مؤكداً التزام الحكومة بدعم استثمارات القطع الخاص وتزليل أي عقبات قد تواجهها